موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين متابعي قناة المصلية الفضائية واليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والسرور والفرح برنامجنا اللي هو نصائح طبية في رمضان وصلنا لليوم الثامن عشر نصيحتنا يعني الإرشادات اللي نحاول نوجهها للصائمين ولغير الصائمين هم اللي في رمضان اليوم حول مرض يعني الناس اللي عندهم صداع أش ممكن يعملون أثناء رمضان يكون ناس اللي عنده مثلا شقيقة صداع النصفي اللي عنده صداع توتري اللي عنده صداع العقدي نحن ذكرنا في حلقات سابقة من برنامج الطبيب والناس موضوع الصداع وقسمناه إلى أول وثانوي فالمرضى أو مرأة يكون ناس يصير عندهم صداع إذا ما يأكل ولو هم إذا يأكلوا إذا ما يأكلوا هميس الصداع حتى إذا يأكل هميس عنده صداع بس برمضان زيد نوبات الصداع لسه يعني مو ناس اللي فقط اللي عندها صداع فالمرضى اللي عندهم صداع يعني اللي يتجنب الصداع أيام رمضان ينصح بالحرص على وجبة السحور نحن دائما في كل حلقة نركز على وجبة السحور وتأخيرها إلى ما قبل الفجر وزيادة المحتوى البروتيني اللي بيها يعني احنا المرضى اللي يصير عندهم صداع دائما أو من يصير عنده صداع ولكن عادتا نحن برمضان أول أيام الناس تبدي عنده صداع من يعبر أول أسبوع أول عشر أيام نبدأ الجسم يتعود على أنه هذه الفترة أكل ما بيها فالأفضل الناس اللي أكو ناس يصير عنده صداع أكو ناس ما يصير عنده صداع أكو أكلات معينة إذا أكلها الصائم ممكن يصير عنده صداع وهذا يبتعد عنه إحنا قدر الإمكان الحالة الكثير نبتعد عنه أكو ناس من اللبن إذا يأكلوا ممكن يصير عنده صداع يزيد نوبات صداع الحمض لو مندزي نبتعد عنه خصوصا في فترة السحور بالفطور ممكن أنه إذا يفطر يأخذ علاج معها ولكن كاحتياط إذا يوشع أنه يصير عنده صداع ممكن يأخذ حب رسيتول بعد ما يسحر يسحر يأكل ويكمل يأخذ حب رسيتول يشرب سوائل معها كثير يبتعد عن الأكلات المضرة مثلا الأكلات بها بروتين ولو بروتين نحن نغيده في رمضان لأنه الهضم مالي يطول وينطي طاقة أكثر بس المرضى اللي يصير عندهم صداع نصفية أو صداع توتري يبتعدون عن السبب يأخذ كفايته من النوم يعني ينام بال مثلا يخلص تراويح يرتاح مثلا بـ 11 بـ 12 ممكن أنه ينام يقعد على السحور يسحر نقطة مهمة أنه ينام بعد صدي الفجر ينام إذا كان عنده دوام إلى وقت الدوام يرجع الظهر قيلولة مهمة جدا اللي هي بين الظهر وبين العصر إذا مجرد أنه يغفى لمدة ربع ساعة نص ساعة هذه كلش كافية ولكن يعني أكو ناس ما طيقة نام واللي عنده شغل مثلا كأطباء كناس عندهم أعمال يطلع الصباح الدوام يرجع من الدوام العصر هم عنده شغل فالأفضل أنه أنا على السحور أخذ حب براسيتول وآخر لي يعني حب بيتين أبو الـ 500 يكون أفضل حتى مفعولها يطول أكثر وتأثيرها يكون أفضل ممكن أنه الناس اللي عندهم صداع نصفي ممكن ياخد براسيتول بالليل بالـ 12 بالليل ممكن على السحور ياخد له حب بروفين أبو الـ 400 ملغرام أو ممكن نابروكسين ننطي ولكن هذه كلها باستشار الطبيب نحن ما نريد يعني نذكر أدوية لأن الناس تروح تستخدمها استخدام خاطئ الأفضل أنه استشير الطبيب حول أخذ العلاج ممكن يكون الصداع ما نتيجة الصوم ممكن نتيجة ارتفاع ضوط الدم ممكن نتيجة التهاب جيوب أنفية ممكن مشكلة بالنظر ممكن مشكلة بالأذن فإحنا قدر الإمكان الصداع نحاول نبحث عن السبب اللي عيصير عدنا منه هذا الصداع ولكن في رمضان الأفضل أنه إحنا نأخر السحور قدر المستطاع لأنه انخفاض السكر من أحد أسباب اللي يصير عد المريض صداع فأنا أشيك السكر إذا خفض إلى مستويات دنيا ممكن المريض أنه إذا شعر بالصداع مع دوخة مع ارتباك مع ألم بالمعدة ضروري جدا أنه يفطر لأنه ممكن أنه يفقد الوعي ولكن أنا أشيك السكر أفحص الضغط إذا كانوا طبيعي ما إشكال ممكن إذا كان صائم وما يريد يفطر وصاع عنده مثل صداع نصف ممكن يأخذ إبرة براسيتول بالعضلة أمينة وما عليها شيء ويكمل الصوم مالته ولكن الأفضل أنه ينام ويرتاح يبتعد عن الموبايل ما ما يسك الموبايل وأثناء الصوم والتركيز على شغلات دقيقة لفترة طويلة هذا هم ممكن يزيد من الصداع عدة صائم إن شاء الله نكون ما أطنى عليكم اليوم اليوم الثمانتعش واللي يستعجلون على نهاية رمضان هانت عليكم واللي ما ظل شيء واللي ما يغدون غمضاني خاصة إيش تعملون ما بيتكم هذا وهذا الوقت عييم شيء مثل العجلة دائما تفتر إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال صيام مقبول وإفطار شهي ولا تنسونا من صالح دعائكم لنا ولوالدينا وللجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر